مساء الخير عليكم مشاهدينا الكرام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج بسمكيت دعوني ورحب بالضيوف الحاضرين معي بروفيسور بوفرتوي مرحبا بك السلام عليكم ونشكركم بزاف على الاستضافة ونسكرنا هذا هو الوقت باش نحضر على الحوادث المنزلية إن شاء الله مرحبا بك الأستاذ برناوي ناسيم مرحبا مساء الخير شكونا للدعوة مشاهدينا الكرام كانت تفضل البروفيسور بوفرساوي بموضوعنا لنهار اليوم اللي هو الحوادث المنزلية أكيد مع العطلة الصيفية الأطفال يقعدوا بزاف في البيت وعليه ممكن تحدث الحوادث المنزلية نحن نتكلم مع البروفيسور ماذا هي الحوادث اللي ممكن تقع في البيت خصوصا في هذه الفترة؟ أولا باش نشخصوا ماذا هي الحوادث المنزلية هما الحوادث اللي يصراوا سوا في الدار ولا في الأماكن المجاورة للدار ما تكون في الأكور ولا تحت الدار هما كامل نسميهم الحوادث المنزلية هما يعني الكاتراء هما اللي يشوت نتدري اللي يطيحوا وماذا كينا واحد وخرين كينا اللي يستنشاق المواد الغريبة ولا أكل المواد السمعة ولا الغرق في البيت سين في المأدف ومن في الباسينة في الدار نكون من عسوش دناري هذا هما اللي راح نحضر عليهم وعلى الحرق وصير الحرق خصوصا في هذا الفترة يعني وشنو هي نوع انتم تلقاوا اتصالات أكيد في المصلحان تعكم وين تدخلات تعكم وشنو هي نوع الحوادث اللي يعني أكثر تكون منتشرة كما قال البروفيسور بالنسبة للحماية المدنية الحاوذات المنزلية تأخذ حيث كبير من تدخلات الحماية المدنية خاصة نتخل في الإجلاء والإسعاف طبعا في حكم الحاوذات المنزلية في المرتبة الأولى لدينا السقوط يعني من أهم أكثر التدخلات سجلان في كل سنة تقريبا معدل ألف مئة إلى ألف ومئتين تدخل طبعا ما يأتينا الاختناقات نتكلم عن الاختناقات مختلفة كان الاختناقات خاصة بتسربة الغاز أو أوحادة وكسير الكربون هذا شيء آخر أما الاختناقات بابتلاع أشياء أخرى خاصة لصدر المجالة الهوائية الهوائية والتنفسية طبعا ثم عندنا فيما يخص التسمومات التسمومات النتجة سواء تسمومات غذائية أو التسمومات الأخرى خاصة عند الأطفال أدوية أطلع فيك أو سوائل أو المواد كيميائية وما شاء بعد ذلك وما عندنا الحرق الحرق خاصة سواء الحرق بسوائل ساخنة أو الحرق كهربائية طبعا باختلاف تكنولوجيات خاصة عن الطفل الطفل الأكتر النسبة هم الأطفال ما يجب أن نفعل للطفل أنا لما نكون شاهد على أي حديثة من أنواع الحوادث المنزلية أنه في بعض الحيان أن التصرف الشخصي سيصعب من مهام تدخل الأطباء والجراحي سيصعب من مهام تدخل الأطفال من المواد الغاربة بالطفل تكترون من30 نسبة نهاية سيصعب عن الطفل الأطفال لأنها سواء تدخل الأطفال الأطفال المعارضة فإن يجب أن يسعب لتدخل الأطفال من رجع الأطفال كما تقول السيد الأشياء فهو أشياء الأشياء لكن لا يستخدموا الأشياء المتوقف الممتوقف السادسة بها نستخدم الأشياء المتوقف الممتوقف المدقائي من هذا المدارة بالقيم wait a second و لا يكون مدينة و لا يستطيع التعليم في بعض المكونات بالطبال لم يأتي الجزائي من المبيلات. وكما لم يكن هناك مئة أخرى. هناك مجدد المعنى في المواد الغريبة. في أبداع الأحيان وفي العالم بأسرة. في المرتبة الأولى هي الفول السوداني الكاوكاو. الطفل يعني يكون يتعرض لهذا الشيء يعني في قاعد الإزعاج. ما حتى واحد كبيرة. صحيح. واحد كبير بلوز وموى كي يستنشق هذا. عنده السعال تعوي يكون يعني إفكاس قوي. يعني سوفو يخرجها. يتفل صغير ما ما يسعى على الريفلكس. الجهاز يعني التنفسي ما يقبل غير اللي هو. غير يدخل فيها سوليد كي ملفو السوداني. مثل تغميدات. ما يقبلوش. دونك يبدأ يسعى بها يخرجو. ما هيش قوية. ما هيش قوية. ما هيش قوية باش تخرج هذا. يعني ندخيله كي طفل صغير بين واحد وثلاث سنين. بكثرة عند الطفل بين واحد وثلاث سنين. واحد وثلاث سنين. ثم يبدأ الطفل يمشي يزغو يبوشي هديك. وثم يبدأ يدكوفري يعني العالم حوله. بشي على مستمر يدريع المستمر يحمي التجربة أكثر كيفية جدا. يتكلم حول الصغير بين واحد وثلاث السنين. يكون في فمه حاجة وهو يجري يلعب ولا يضحك ولا تروح له وليو تروح له في البلعوم تروح له في الجهاز تنفسي الحالة لولا اللي نخاف وحنا يا سلطو 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 تحصل له هنا يا فلاسوغلوت يعني الموقع اللي تحت الأحبال الصوتية هي سي لندروة لبلوزة دخوة تاع لاربغي سبيعات وقت يعني هو المكان هو اللي الأضيق في الجهاز تنفسي تحبس لو تما هو ويجايف هكذاك الأكسجين ما يجوش يقدر يتوفى سير بلاس وصارت حالة يعني كثيرا كثيرا ويجري يتوفى هذه واحدة سامحيلي نكمل في اللي دي هذه كينو كانيت واسمها هذيك الغاندو تغنصال يعني باد الشمس هذيك الزريعة عباد الشمس يتبع في أكياس صغيرة وقال الناس يعرفوها مكالها نديرو الآسمة تاعها راهي ديرا يعني كارثة كبيرة هذيك ماشي غير عن الدريسوار مم عند الكيبار حنا جيونا تلاشن سنة تلاشن سنة تلاشن سنة كيف كيف هنه يتحصل له هنا يا ما يقدش يتنفس يعيطونا فعلة دكتورة وعندنا عدنا نفون موش شمالي نبعتوه لكم قد أدعو دعو 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 دقائق لانه هي حتايت بضع دقائق خستانسي مش دقائق دي فو سي دي سيقن تاواني تاواني وكانومو حد اخرى كانومو حد اخرى كيبار ومام الأمهات ومام المسبق الأمهات والجنفاء اللي ديلون الحكيمار هايت دير هنا يا هايت دير فلمريات وماشي دروحها باش تخرجوا تدير الأخور دير لبرة تحاففهمها أرى أن هناك التعييط لها تتحضروا أو تضحكها أو أب أذهب إلى الجهاز تنفسي حيث تنفسها لتحبتها كذلك فتحبتها كذلك أذهب إلى هذا الشيء أذهب إلى هذا الشيء لم تحبتها أجل أشخاص أذهب إلى خطورة وأذهب إلى بعيد ومعنى التي نصدرها في فرنا تصبح في جراحة جراحة وتحللها ويقوم بعملها التحامل الناس بحيوها لا لازم واحد يخمم شو لما نتكلم عن إسافة الأولية لابن نام يشوفونا لماما لابن تعيه رو بلع ورانا في هذا الوقت وش يجب أن يدعي لأم شوفي قبل نتكلم عن الإسافة الأولية النقطة المهمة جدا أنه الإنسان يرسخوا ربي بدرية لازم يكون عنده تهيئة خاصة للبيت أنا ميناجمون سبيسيا يعني يغير لمناجمون تعوه في هذه الأمور الغريبة اللي لا يمحطوها يمينا ويسار سأقول لأحد خاصة خاصة طفل لما كما قال البروفيسور يحق لاج يعني ينسي مواء يروي مواء يحتدي مواء دوز مواء يبدأ يحبي أو يبدأ يمشي يعني يقدر يوصل للأشياء خاصة لما يبدأ يوقف لذلك لازم إنسان يكون حذر أنه المكان توجد طفل وغرفة تعوه وغرفة الأولية البيت أصلاً لازم نعرف أنه دائماً نخبي هذه الأشياء في أماكن تخزين معينة وفي بعض الأحيان نغلق عليها كما الديثيرجون ومشان بذلك إنسان يحطم توجره بعيد في الأدوية أيضاً أدوية طبعاً أدوية هذا ليس فصاك أطفال حدري أطفال دكي جداً يلاحظ يسجل ثم لما يكون وحده في وقت يعني يكون المكاحته واحد يبدأ يعود يروح الأماكن قال يحب أن يكتشفها هذه التهيئة مهمة جداً النقطة الثانية أنه حتى الغرفة تعوه لازم أن يقالوا على حسب سن تعوه الألعاب أنا أطفال في عمره سنة كما قال البطاريات ربما قابل الإشتعال سبب الحساسيات وحتى أجزاء من اللعاب يقدر يفتكها هالحظ يكتشف خالية وهذا المخاطر قادر لذلك نحن مدد دائم من الحصول أنه لا أقل لذا وإنه تنفخ أن يتجله العجالة لا تنفخ تنفخ يقال ايضاً يتبه يوداء يتبه أسعافات إسعافات أولية طبعا الإسعافات أولية الحاجة الأولى للإنسان لازم ما يكونش ما يبانيكيش حالة العالة والفازة أنه العالة والفازة هذاك ما حيزيد يعقد الأمور صحيح قصدنا بوعلاش دائما نقولوا لازم منيح الإنسان يتعلم الإسعافات الأولية راه هي حماية مدنية را تدير فيها باطن يعني من المجان هذا عشرين يوم تسجل نفسك يكلموك تروح تدير دورة في الإسعافة الأولية تعرفوا شنية هذا ملي حال الأمة هدلي را بينهم يسمعو فينا يعني اللي عندهم الإولاد تحب هدلي كأينا في الام يديروها باطن وكأينا في عهد للريزوسوسيو كأينا كلش وكأينا كلش أوليو المرأة هدلي يتشوف الأفلام تركية أو الأخول هدك التيك توك ما أنا ميل كون يعني سهب فيها أنا كادي زالجرية أنا كادي زالجرية وأنني كادي تقف خيب واحد يتقف خيب يعني يشتشوف الفيلم ولكن في المعارض بحياتي، نرى ما يشبه الشخص المعارضة ويشبه وشخص يدرسل نفسه تحديد من المعارضة لا يستطيع ان يكون فيديوات قصيرة ويجب أن نعرف عن طبيعة الحادث عندما نقول أبلسل حاجة ويجب أن يكون مدرسة ريسبراته يعني بديه اجراق بديه احماه بديه اغرير لهم اغريره بديه عيني حاشاك ينفتحوا مليح يعني وماذا نقدر وفي بلحفيا انك كان يسعل بليزهم وعني كان حاجره تحصله لكن كان مرور الهواء نحن لازم نخرجو الشي الغريب هذا وكيفاش نخرجو طبعا انك كان طفل صغير يعني رو اردع ولا سنتين وصنع تلك ثلاث سنوات نحطوه على الليجون المتاعي ونميلو شوية ونخبط له فقدهن التنسيون نخبط فور بسكو يبدأ ينستي واحدة زو ثلاثة اربعة حتى الخمسة طبعا ومبات الحاجة كنقدر نقدر ندخلي اللي التنسيون تكون موسخة ولا كم فيها فردوية ولا كفر ترزم التنسيون تكون نقية نشوف الاخرج ولا ديجا ديمن الروماركي يعني تكون اللرد بسكو ممكن انه يدقاجي الوبجهاته that's solid يقدر يدقاجي افلل إذا نقاش نعود ندور ننه ندور بسخبات له هنا ونضغط 1 2 3 4 داكو؟ كلا الروكور يخرج يخرج... كما دحية نشوف انه يحكم المرجل ويفيدة لجاهزتها دايات ما يفترز اعتنسيون يسوم ان يكون... يعني... يعني... προفيسوني شعب يمكن ان نديله ديبات منوه ما تإنسان هذا لجاهزم جاهزم ثلاث سنسيب ويوجد الناس الكبار سبعة سنين، ثم سنين معروف هذه طريقتهم ليش كما قال البروفيسور فيديو موجودين طريقتهم ليش ويستطيع الابون فوق الابون ونضغط هنا كما قال البروفيسور ونضغط هنا كما قال البروفيسور هنا عاماتنا في الشعب ونضغط مباشرة نضغط الاعلان وهو رسالة لذلك يمكن البروفيسور لكي تسمح أنه خلق فاته لكن ليس بالتأكيد المشكلة ما هو الشئ الذي يبتلعه بعض المشكلة بعض المشكلة بعض المشكلة بعض الحرار بعض المشكلة بعض المشكلة بعض المشكلة وما يقولون لأيها الأولى عدمة تعلق الجيش أقول لأيها الأولى الجيش تريد ضخور الجيش ويسبب لهم مشاكل كبيرة يعني نعرف نفسه وإذا كان قرارت نعرف نفسه لكن يسان بعدما يستعزاج يبلغ يسوي الحماية المدنية وكذلك يجب أن تكون نرابي الاستعجالات الفورية كيف تكون نرابي ومع ذلك الحور وكذلك يبتلع السوائل اتنسيو سوائل هنا في بعض الأحيان نمدوا الحليب نعم هادي لا لا هادي لا لا شوف إلا عندنا طفل شرب سائل نمتنعوا يعني بطريقة يعني ديفينيتيف باش نمدوا له زيت زيتون الحليب هادي كا هادي كو كونتنير هادي كو كونتنير هادي كو كونتنير يمشي مع الحليب لا يمشي مع الزيت يمشي مع الزيت يمشي حروقات او لا تقية كيفاش نعرفو يمشي مع الزيت يمشي مع الزيت يمشي مع الزيت هادي و من النسوا هادي او لا ت Brhãس يمشي مع الزيت تحرير فعندنا نقل اللقاء بروحاته ونبدأ بالعقل أننا نطفل كل حقا ومدى أنه مجدداً أصدقى 100% فيها كل أبو والأم كيف يقولون الأم الأمة عندما يكون النظر يقولون بالباب أخر كافر لا يوم ماذا تفهم؟ يجب أن يكون صحة الإنسان أو سلامة العائلة يقول لك تباعد في الزيادات هي مهمة فلنفظة ان تقنق وأنها عادت لنظر أحضر لا تستطيع أن تستطيع أن يحصل لها ثلاثة لنظر لنعناية كبيرة لأنه يحتاج لها صغير يحتاج لنعناية كبيرة تأخذ تلاثة على ضربة يتكلم إن أتعاد تقريبا ثلاثة يضع تقريبا ثلاثة يحصل لها كيف أشتري؟ صحيح صحيح نبدأ معلش نجوزه أبخي أو قال لك لازم نعني نهيئو الأمور نقول لهم نقبل نهيئو التاقة ما نخليوش أطفل صغير وحده هكذا وتاقة محلولة ما نخليوش أطفل صغير وحده صحيح من الموحال نخليو أطفل وحده ولا نخليوه مع أخوه يعسو نحن لكم حين نخليوه ما سنوزه والأخوه ما سنوز لهم أخوه لدو خمس سنين لا يجب أنه أعسو كيف يعسوه لا نخليوه وحن لم نخليوه أطفل وحده يقول أطفل صغير وحده لقد وعدت أطفل هذي لا تقدر أن تخيلها الطفل صغير وحده ومعرض في الحدوة ولم نخليوه لقد تقليلوه تتجاه الوصول عندما تضعوا أحدهم. ايضاً يتجاه في التفكير ونفتاقها. ويجب ان يتجاه في البالكون ونصنع. وقام بسوطة. ونفتحت جيدة. المواد هذي الكاشيطة. المواد الآخر الأدوية. لأنه يتجاه في غلقه. لأنني تتجاه وتتعيث على أدوية. هم يتجاه. يتجاه في الاخر. ونفعلها أكثر. نصيحة الأول الرئيسية كما قال البروفيسور في كلمة الطفل يجب أن يبقى تحت دل المراقبة تحت دل المراقبة مدام موجود في البيت يبقى تحت دل المراقبة وحداري خاصة إذا كان الأم تنقل تحرط نقول نحن دي الكزينة ندخل الكزينة نزل ندعم الكزينة صحيح لا من نجيله البيت تعوه كين أمون يدحطهم يعني من نحطه في آمان حتى ما يستخف نحطه معي الكزينة حتى الكزينة فيها غير المواد صحيح يكون فيها عدل ارتفاع الحاوذة ودائما المطبخ والدوش يعني الحمام هذا هو المكين يعني الطفل ممنوعين جوز منهم الأطفال ودائما الطفل تحت المراقبة والطفل يفهم لازم نشرحوله نفهمه صحيح نفهمه واشنو هذا واشنو الخطوة واشنو الخطوة واشنو ندير يلسان حتى الطفل يفهم مام طفل صغير يقدر يغرق في باسين نخليه لش باسينة وحده نخليه لكي روح يدير الدوش ولا نرح نجيبه حواجه نوجد كلش ونخسل له آنايا نخليش وحده كذاك يتلبق وحده الكوكا وهادو كما كالسيارات ماشي قبل ست سنين هذه الزريعة ممنوعة على كل تول عزعج البرامة نديرها شفي فمنا مام الكبار نديرهم الكاش بريز كاينين يتباعوا نخلوش يشارجوا في بريز بارك الله فيكم لوقت ما يسمحناش حتى نكملو ولعلنا نمدو حصة أخرى إن شاء الله في دائما حماية أطفالنا إلى هنا ومشاهدين الكرام نصلوا إياكم إلى الختام نضربو لكم موعد إن شاء الله الأسبوع القادم إلى ذلك محين سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اشتركوا في القناة